ولد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة عام 1962 بعد نزوح والديه من بلدتهم بمحيط مدينة عصقلان اتجه هنية إلى العمل السياسي حيث تم اعتقاله من جانب قوات الاحتلال مرات عديدة وهذا وانتخب هنية في العام 2017 رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لخالد مشعل كان قد تولى رئاسة الحكومة الفلسطينية العاشرة عقب فوز حركته في الانتخابات البرلمانية في العام 2006 لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة لا هجرة من غزة إلى مصر سياسي فلسطيني محنك عانى من أجل وطن مغتصب يعيش اليوم أسوأ عصوره من ضمار وتشريد ولكنه رغم ذلك صامد على أرضه يقود بالدماء والشهداء وهو اختصار لحياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته وإننا هنا نؤكد وبيوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار إنه القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية المولود بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في عام 1962 لأسرة أكبرتها النقبة عام 1948 على مغادرة أرضها ومسكنها بالقرب من عسقلان درس الأدب العربي بجامعة غزة وتخرج فيها في عام 1987 وصار عميدا للجامعة الإسلامية في عام 1993 انخارط إسماعيل هنية في العمل السياسي منذ سمانينيات القرن الماضي وأتم اعتقاله مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وانضم لحركة حماس حتى صار مقربا من زعيمها الشيخ أحمد ياسين حيث تم تعينه مساعدا له في عام 1997 وقد أدت العلاقة الوثيقة بين الرجلين إلى اكتساب هنية أهمية متزايدة داخل الحركة فأصبح ممثلا للجماعة لدى السلطة الفلسطينية انتخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في عام 2017 في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد قيادته للحملة الانتخابية لحماس بعد توليه رئاسة الحكومة حسى هنية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على عدم تنفيذ تهديداتهما بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية ما لم تنبذ حماس العنف وتعترف بإسرائيل كان هنية يشدد على أنه يحق للفلسطينيين مواصلة نضالهم من أجل الاستقلال لكنه في الوقت نفسه كان يريد إجراء محادثات مع الوسطاء الدوليين حول حل الصرع تزوج إسماعيل هنية ابنة عمه وأنجب منها ثلاثة عشرة من الأبناء سمانية ذكور وخمس إناثة واستشهد من أبنائه ثلاثة ومعهم حفدته في العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم الشاطئ بغزة ليختتم هنية حياته شهيدا بصاروخ استهدفه بمبنى للمحاربين القدماء في العاصمة الإيرانية طهران ترجمة نانسي قنقر